احمد الله رب العالمين الحمدى عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ان اردت ان لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك هكذا قال ابن عطاء في حكمه الجديدة الولاية ولايتين ولاية الدنيا او ولاية لامر دنيوي وولاية لله سبحانه وتعالى واولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ليه لانهم جعلوا الدنيا ممر لمقر جعلوا جسر جسر قنطرة قنطرة عبور يعني هل من المعقول اذا رأينا انسانا ياتي فوق الجسر فوق القنطرة وعازي ابن بيت ماذا يصفه المارون والسائرون والناظرون يصفونه بالجنون وهذا انسان مجنون معقول ده مصاب عنده لوثة في مخ في حد يبني فوق الجسر وهذا اللي ماسك بإيديه وأسنانه في الدنيا وليس معنا كلامي ان الانسان يطلق الدنيا ليتزوجها غيره لا نحن مصيبتنا كمسلمين اننا طلقنا الدنيا وتزوجها غيرنا فتكبروا علينا وصارت ايديهم عليا وصارت يدنا سهل لا انا اريد ان نتزوج الدنيا زواج ينجب خيرا وعمرانا في الدنيا والاخرة وعظمة الاسلام كما نقول دائما ليس هناك في عمل دنياوي وعمل اخراوي الدنيا مزرعة للاخرة تزرح فيها خير تحصد خير ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرة في اليوم الاخر سبحان الله يعني اولا نمسكوا الكتاب ايه قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يضم ربك احد ووجدوا ما عملوا في الدنيا سابقا حاضرا في الايه في الاخرة فانت عايز تحضر في الاخرة عملا صالحا اين تعمله في الدنيا في الدنيا فان اردت يعني سبحانه انت تصير وليا لله عز وجل اول شيء قضية الولاء والبراء يعني الولاء والبراء يعني كل من يعين نصر لا اله الا الله محمد رسول الله انا ولي له اخب جنبه وكل من يعادي لا اله الا الله محمد رسول الله يصير من اعوال الشيطان يبقى هذا هذا ايه هذا قال ربنا لكم دينكم ولي دين والمور واضحة طيب انت تريد ان تكون سبحان الله وليا لله ايه شروط الولاية الولاية لست عبارة عن كرامات والولاية الكرامات دي هب من الله لبعض من عباده المصطفين الاخيار ماشي يعني المعجزات للانبياء والكرامات والأولياء ده شيء لا ينكره منكر ولكن ولكن هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة يعني ان يصير الانسان مواليا لكل من ينصر دين الله يصير حبيب لكل من ينصر كلمته لا اله لله محمد رسول الله طيب كيف اصير ولي اولا كما قلنا في مقدمة هذه الحلقات ان ينقي الانسان قلبه من امراضه وادرانه واسقامه ليه لاننا عندنا التلت قلوب قلب سليم وهذا محور حديثنا طوال الشهر الكريم وقلب سقيم اللي هو ودخلت في بعض الامراض ما استطاع ان ينقي قلبه من كل الامراض التي علقت به وفي قلبه والعياذ بالله ايه ان تركناه على سقمه مات طيب كيف تحيا القلوب طيب الاجساد تحيا بالطعام والشراب المادة دي تحيا هذا الهاب الترابي يحيا بالايه بالطعام والشراب طيب والقلب لا يحيا الا بذكر الله ذكر الله الناس تظن كما يعني نوضح دائما ليس ذكر اللساني فقط فالقلب له ذكر والجسد له ذكر واليد لها ذكر والعين لها ذكر والأذر كل جارحة من الجارح لهذه لكن القلب ذكر الحقيقي أمرين أمن هو قانة أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي به خشية ورجاء رجاء وخشية أرجو رحمة رب العباد أن يرحمني وأن يرفر لي وأن يتقبل مني وأنه كريم مفضال لا يبخل علي وإنما يده سحاء بالخير يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويجيب الدعاء ويعطى الرجاء ويفك العناء ويأكشف البلاء هو الله سبحانه وتعالى بس بإيه بالدعاء الخالص تدعو مخلصا بالله سبحانه وتعالى تأتيك الإجابة هذا الرجل الصالح الذي لما ركبوا السفينة فلعبت بهم الأمواج فخاف الركاب وهو قابع مكانة قالوا يا أبا إسحاق ما ترى ما نحن فيه قال ماذا قال هذه الأمواج كدنا أن نغرك وأنت رجل ساكن هادئ ادعو رب العباد عسى أن يعني يعني يكرمنا بالنجاة فدعا رب العباد وقال يا رب أريتنا قدرتك الأمواج هي فأرنا رحمتك فسكن البحر هذا ولي من أولياء الله سبحان الله هذا ولي من أولياء الله يا رب احنا شوفنا القدرة رأينا الأمواج تلعب بالسفينة كأنها ريشة في مهب الريح هذه القدرة فأرنا الرحمة فسكن البحر وناس لهم دلال على الله قال فيه من نبينا صلى الله عليه وسلم رب أشعف أغبر ذو طمرين لا يؤبه له ذو طمرين يعني صاحب طبين قديمين بليين لا يؤبه له لا يهتم به أحد لو أقسم على الله لأبره كان البراء ابن مالك رضي الله عنه يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا الله المدائن اليوم أو يعني سبحان الله يفتح لنا المدائن فصلى ركعتين وقال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم في المدائن كان قرص الشمس يسقط خلف الجبل والمؤذن المسلم بعد احتلال المدائن عاصمة كسرة يصعد فوق أيوان كسرة ليطفئ النار التي كانوا يعبدونها ويؤذن الله أكبر الله أكبر إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا المحنة نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي مسكنة اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة انظر إلى نعمة السفينة أن يرقب الإنسان سفينة النجاح وهي صلاح الحال والتوبة إلى الله أن يصير وليا لله عز وجل فيه ناس عنها دايما على كراس الدنيا وينازع وينافق فيه أن يصري عايز مدير المؤسسة ورئيس مجلسة الإدارة ومدير مش عارف إيه وسمحانك يا رب العباد يا ابن الحلال يعني لو دامت لمن قبلك لن تصل إليك ولو دامت لك فلن تصل لمن بعدك ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليك ولن تدوم لك فسوف تصل لمن بعدك هذه سنة الله في الكاو سنة عبد الملك بن مروان وفي الثلاثينات من عمره وأمير المؤمنين وقف أمام المرآة قال أنا الملك الشاب نعم الملك لو يدوم قالت جاريته يا أمير المؤمنين لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليك ولو دامت لك ما وصلت لمن بعدك فالإنسان حتى إذا ولي ولاية سواء مدير مدرسة مدير مستشفى أي على مستوى الإدارات كلها إلى أعلى إدارة سبحان الله في الدولة في أي دولة سبحان الله فيجب بس أن يستخدم هذا الكرسي في إيه في خدمة الناس وفي تفرش كروات الناس وفي فتح بيوت الناس بالخير ومن طلبها لم يعن عليها ومن وصل بدون طلب وطلبت منه أعانه رب العباد سبحانه وتعالى عليها إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك وكما قال علي رضي الله عنه الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أيدينا واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته